كيف الحال صباح الوارد والياسمين مرحبا بكم معنا هذه الحلقة الجديدة من برنامج كيف الحال سنتكلمون فيها اليوم على واحدة حاجة التي يحسون الكثير من الناس في هذه الفترة وهي التعب سنفرقوا ما بين التعب الحاد والتعب العادي سنفرقوا على بعض الأسباب النفسية التي تجعل الإنسان يشعر بالتعب في الجسد هذا الموضوع سنتكلمون فيه مع الدكتور عبلهادي القسمي صباح الخير دكتور صباح نور عزيزة هذه الفترة من سنة بزاف نتحسون فيها بالتعب بعد المرات قاعد وخي يكون الإنسان بغير مدارش واحد المجهود حيث أولفنا أن المواضع الجوان تكون نهاية موسم نهاية دراسة والناس بزاف اللي يشتغلون وما زالا يشتغلون لحد الآن تنشعروا بالتعب وكتبقوا لي تتقلب على الراحة بعد المرات كنت سألوا ما رتبطة مع الفصول لأنه في فصل الصيف تنبغي نرتاحه وش فعلا نحن متعبين وهذا ما يلقوا أنه تعب دينا هو أصلا تعب نفسي يعني عينة من التفكير عينة من أنك تكون هذا الالتزام بعد المرات دينا تتفق في الصباح في التوقيت ديالك وتأدي المهام ديالك إلى غير ذلك فنفرقوا بعدما بين التعب إذا كان ممكن دكتور شنو هو التعب العادي وشنو هو التعب الحاد اللي كانت تكلموا على التعب لا فاتيق يعني ممكن أننا بالفعل أننا كانت تكلموا على واحد التعب اللي هو عادي فوقاش كان قدرنا نجزمه بأنه تعب عادي فمن لي كيكون ناتج على واحد المجهود اللي أنا قمت به إما مجهود لي هو يومي أو مجهود لي هو كوميلي يعني واحد التعب اللي هو تجمع لي طيلة السنة طيلة واحد الموصم من العمل يعني من لي كان قدر أنا مع راسي كان قدر أنني لقاء سبب ليعطاني هذا التعب فنحن نتحدث عن تعب عادي جدا فوقاش كانت تكلموا على تعب اللي هو غير عادي تعب الغير عادي أولا كيكون تعب لي غير مفهوم ما نقدرش نفسره ما نقدرش نعطيه أسباب معينة سببوا مع راسي كان ما درتش شي مجهود ولكن يعني شك نحس بالعياح بالفعل وغالبا كيكون تعب بدون أي مجهود تعب مثلا من لي كيكون ناتج على واحد التفكير مضني فهذا تعب لي هو ما جايش على مجهود عضالي ولكن جاي على مجهود لي هو تفكير يعني مجموعة دي التلاميذ مثلا في الفترة دي الماء بعد الامتحانات فكي القو رسوم بأن فترة دي الإعداد للامتحانات ما كان وش كيديروا السبور ما كانوش كيقوموا بأعمال جسمية شاقة ورغم ذلك مني يكملوا الامتحان وحصوا برسوم بأنهم يعني سوصون ديستخسي من هذا الامتحان هذا فكيحصوا بوحد عياء كبير فهذا أكيد أن كذلك المجهود الفكري حتى هو وراه ممكن أنه يصيبنا بعياء ولكن كانت نبقوا دائما في إطار المجهود أو العياء العادي ولكن هنا تنهضروا على العياء الجسادي يعني هذا المجهود الفكري يعني أنني ما عنديش قوة ما قادرش على الحركة إلى غير ذلك بالفعل لأنه أنيرجي فوق يعني أنه كي يخذ لنا كي يخذ لنا وحد الطاقة والطاقة التي يستعملها لجسم ديلي فنركزوه بغينا نركزو اليوم على التعب الغير العادي هو من اللي كنت نتكلمه مثلا على أو اضطراب التعب المزمن يعني هذا كيكون أولا كيكون ناتج على أوله ما درت حتى شي مجهود أو أنني من اللي كندير وحد المجهود للناس مثلا كيقدروا أنهم يسترجعوا القيوة ديليهم من بعد عشر ديال الدخائق بحال مثلا طلعت واحد دروج اللي فيه مثلا واحد العشر ديال الدرجات ولا هذا فممكن واحد الإنسان اللي هو ما كي مارس لرياضة لواله الجسم دياله كي يحس بواحد العياء ممكن أنه يسترجع القيوة دياله من بعد دقيقة من بعد جوج فكتلاحظ بأنني من بعد ربوع ساعة وبقي كان عاني مناش كان عاني ممكن أنني نعاني من آلام في الميوسكل في العضلات وهذا هو الغالب كما أن ممكن مجموعة ديال الناس يعانيوا كذلك من آلام في المفاصيل هذه المسألة تكون غالبا مصاحبة من اللي كانت تكلموا على هذا لسندروم دو الفاتيج كرونيك من اللي كانت تكلموا على مرض دياله أو اضطراب التعاب المزمن كانت تكلموا كذلك حتى هذا شيء يكون مصاحب بأشخاص اللي هم حتى في الانتباه ديالهم التركيز ديالهم وكذلك الداكرة ديالهم كاللاحظوا بأن هذا شيء كيكون متزامين كيجون في نفس الوقت فمجموعة ديال الناس الجودة ديال الحياة ديالهم كتقل فكيدخلوا في دوت حسيكل راكيتكلم سيلاف المقدمة كيقولوا كذلك ما حاملينش لحياة ديالهم خاصة كيكونوا الناس مقبلين على الحياة بغين يخرجوا بغين يتلقوا ما بقاوش قادرين وهذا الأشيء هذه كتسبب كيف ما قلت لك بأن التدهور ديالجودة الحياة اللي كيقدر يعطينا يندبخيسيون كيقدر يعطينا أشياء أخرى من بين الأعراض اللي احنا لقناها عند هذ الأشخاص اللي عندهم هذا النوع من العياء اللي هو ما عندوش كيف ما قلت ما عندوش تشتشي سبب لهو واضح فكالقوا بأن في الدماغ ديالهم كالقوا بأن أغلب هذا يعني الجانب المشترك أو الجزء المشترك بيناتهم كالقوا بأنه عندهم دبدبات كهربائية اللي هي جد مرتفعة دكو كالتجاوز 15 هردز هذا بالنسبة للناس اللي بغوا يمشون في الجانب التقني بش يشوفوها نعم ممكن يعني سيمزي غابل كما تقول من طبيعة الحال سيمزي غابل عند مجموعة ديالآلات اللي ممكن أنها تعطينا كل موجة كهربائية في دماغ ديالنا وشحل كمية ديالها وشحل واصلة في السرعة ديالها دكو فكنالاحظوا بأنه كان عدة يعني كان واحدة كمية كبيرة دياله وبالتالي فكال هذا شيء كيشرح لنا جوش الحويش أولا كيشرح لنا علاش هما كهذا الفاتيق كتكون مصاحبة بهذا كإضطراب اللي كيكونت هو في الانتباه وفي التركيز إلى غير ذلك وكيعطينا شرح آخر كيعطينا كيف يستللنا كذلك علاش هاد الناس اللي عندهم هاد النوع من التعب ما كيناسوش مزيان نعم هما اللي كانت قام بك يعاني بالنسبة نعم ومن اللي تكتشف هاد الشرح بأن عندهم واحد سيس كون نقل ان صمي نو غيباراتر يعني كيناس ولكن كيفيق في الصباح هو باغي ما زال أنه يناس وعنده واحد باغي لو أنه ما زال يزيد ما يخرج واحد لان نصي هي ديال الكريدي ديال النعس هي الكريدي كوميلي اكزاكتما ونقلوها اكزاكتما ونقلوها بالدرجة فهذا شيء حديث جدا لدرجة أن هذا الاكتشاف هذا اعطى واحد الأمل الكبير ديال أننا لو أننا نشتغلنا مباشرة على هذا النوم لو أننا ما بقاش حيث النوم يبقاش فيه مشكل فأكيد حتى سنسترجع القوى ديالنا بطريقة عكسية سؤال دكتور مثلا منيك تقول كريدي ديالنعاس يعني أن الإنسان كيتسالو النعاس واشهدت يعني بأن مثلا منيك نحس بهذا التعب مثلا ليلة لولا احنا نعرف 8 ساعات هالي كافية 7 ساعات كان يكتفي بخمسة فما أقل احنا نقول واحد الإنسان كي نعاس مثلا 8 ساعات نعاس ليلة لولا 3 4 ديالساعة منيك نقول كريدي واشهلو مثلا لا نويدا بخي نعاس 8 ساعات ديالو زائد هذيك 4 ساعات لنقصة واشه معني تأن الفا ركوب أو لأن كنجربو هذي المسألة جوستما نحن نبضحو هذي نجربو بعد المرات تتقول ما نعاس كمزان ديال أو نعاس أكثر نعاس كتر كنحياو تنفق ما شيوم هذو بالفعل لأن عياء ولا الجسم ديالك ولا أكثر عرضة للعياء المراضي للتعب المراضي نتيجات عدم النوم فاللي كنت تكلم على واحد الإنسان اللي هو ما نعاس واحد المدى معين بواحد شكل اللي هو كافي فما يمكن شلو أنه يزيد فقط غد يزيد في عدد الساعات ديال النوم في الأيام الأخرى باش أنه يرجع هذا كافي علش لأن النوم عنده ثلاثات الوظائف الوظيفة الأولى هو الجسم يعني الجسد يعني المسكول أنه يرتاح مكان خصنا على الأقل واحد ثلاثة ديال ثلاثة خصنا ثلاثة ديال دورة كل دورة تقريبا يكون فيها بين جوج سويع لارو حتى الجوج سويع يعني من اللي كنت تكلم على تعب جسدي فخصنا على الأقل بوك أفوار انصومي غيباراتور خصنا على الأقل ثلاثة ولكن راح عندنا كذلك النوم راح يقدر أنه يل غمتر أزير الاسموسيون ديالنا يعني عندنا واحد الهيجان واحد في العواطف والمشاعر ديالنا في الليلة الماضية فماللي كان نعسل غدلي يكون المستوى لهذه الهيجان يكون تكلموا على مثلا واحد تعلمات بشي تقريصها من اللي كانت تكلم مثلا على واحد الأحداث اللي أنا بغيت أن نستفد منها فمن اللي كان الناس كان ساعد هذا الجهاز العصبي ديالي أنه يرتب هاتش هذا ويقاد وإذن لما عندوش فقط غير وظيفة ديال الهيجان فأخر حاجة بغيت نتكلم عليها فمن اللي كانت تكلم على هذا الحل يعني أن كل إنسان عندو هذا المال ديال 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 سندروم درافاتي كرونيك فممكن أننا من اللي كان نعجل مسألة ديال النوم وكيو اللي كان ينعس بطريقة اللي هي سليمة فممكن أنه بعد بضعة أشهر غدي تحسن في الألام اللي كيحس بها سواء في الموسكل ولف 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 في المفاصيل ثم مسألة أخرى لانتباه ديال وتركيز ديال وكل شي تكون مرتاح وهذا هو الأهم دكتور وغادي نتكلم على كل هذه الأشياء إن شاء الله ما زال سيكون معي الدكتور عبد هدي القسمي باش فلا توصلوا معه خصوصا أنتم الأخصائيين يكونوا معنا في الراديو واتح لكم الفرصة مشاهدين باش أنكم توصلوا معهم ترحوا الأسئلة ديالكم عليهم وطبعا أسئلتكم ماشي ضرورية تكون عندها علاقة بالموضوع اللي كان كنت ترقنا لياك وأستاذ فنتا يعني ولا تقدر تجاوب على أي سؤال تيدخل في تخصوصات المتعددة ديالك تنشكرك بزاف دكتور هنتلقى وده بشوية من جوج حتى الاربع مباشرة على أمواج راديو دوزام إلى اللقاء اشتركوا في القناة